وأنا دلوقتي دوري إني علمك وفاهمك إزاي تخرج من هذا التحكم بكلمة بسيطة تحب تبقى مليونير؟ تحب أن أنت تكون الشخص الغني اللي هيبقى مليونير في المستقبل؟ تقولي إزاي يا مستر؟ أحب أقولكو كلمتين عن النظام العالمي والرقسمالية بإنفعش أكون راجل مدرس بشرح لكم يعني إيه رقسمالية؟ في منهج سنوية عامة جغرافية وإنتوا طلاب في هذا السن وهذا النطج وتبقوا في الآخر مش فاهمين أن الرقسمالية اللي أنا شرحتها لكم دي اللي بتستخدم أدواتها أنها تسيطر على بعض رؤساء الدول الضعيفة ما تقدرش أنها تسيطر عليكم أنتوا أنتوا نفسكم اللي بتسمعوني أنتوا أفراد الشعب الرقسمالية تتحكم فيك وأنا دلوقتي دوري إني علمك وفاهمك إزاي تخرج من هذا التحكم بكلمة بسيطة تحب تبقى مليونير؟ تحب أن أنت تكون الشخص الغني اللي هيبقى مليونير في المستقبل؟ تقولي إزاي يا مستر؟ أقولك أخرج من سيطرة الرقسمالية تقولي أنا برضو مش فاهم أقولك بمنتهى البساطة فكر كده في الموبايل اللي معاك الجديد أو السليم أو الكويس اللي أنت شاريه من سنة ولا من سنتين؟ وإنت مجرد شاب في سنوية عامة ما بتشتغلش ولا بتكسب ولا بتعمل مئات الألاف من الجنيهان وبعدين ينزل الموبايل الجديد ينزل الموبايل الجديد سعره 100 ألف جنيه موديل للسنة تقوم تحس من جواك أن أنت نقصك حاجة أنا مش هحس إن أنا تمام غير لو أنا بدلت الموبايل اللي معايا السليم الكويس اللي ما فيهوش حاجة وروحت اشتريت موبايل جديد أهو ده فكر إن الرقسمالية بتحركك زي العروسة المريونات بيحاول يقنعك إن الموبايل اللي نسى نازل جديد ده بالنسبة لك نيدز أو احتياجات وماقدرش عايش من غيره ولازم أجيبه وإلا بقى قليل مع إنه هو في الحقيقة مجرد رغبة مجرد إن أنت you want أنت بس محتاجه محتاجه ليه رغبات فعندك استعداد إن أنت تشتريه وتضغط على بوك وتشتريه ولو كان أنت اللي هتشتغل وتجيبه وما معاكش تمنه تستلف وتجيبه بالقرد وتجيبه بالكريدت وأقول لك على حاجة كمان الرقسمالية تقول لك عايز فلوس عشان تجيب الموبايل الجديد وماله مش عارف فيه ألف أبليكيشن بيديك فلوس كده بالسهل عشان تشتريه وتبقى مديون بقيت مديون في إيه بقيت مديون في حاجة أنت حقيقي مش محتاجها فيه فرق ما بين النيتزل لاحتياجات وما بين الرغبات في الشراء فالرقسمالية بتجيب لك الحاجات اللي أنت بترغب فيها وبتقنعك باللاوعي وبتضغط عليك بالسوشيال ميديا إن الحاجات اللي أنت بترغب فيها دي رغبة إنها احتياج وإنك تبقى قليل لو ما عملتهاش لدرجة إنك لازم تبقى مديون عشان خطر إن انت تجيبها طول ما أنت بتفكر بالطريقة دي عمرك بها تبقى مليونير والرقسمالية هي اللي بتتحكم فيك طب أنت قلت لنا نبقى مليونيرات إزاي مفاجأة المليونير هيبقى مليونير بعد ما يشتغل عشر أو اتناشر سنة تقولي بيشتغل إيه بيشتغل أي حاجة الفكرة مش أنت بتشتغل إيه الفكرة أنت بتصرف فلوسك في إيه لو قدرت توجه صرف فلوسك لشراء what you need احتياجاتك مش what you want مش رغباتك لمدة عشر أو اتناشر سنة شغل هتكتشف إن انت وفرت ملايين من الجنيهات الملايين دي لو توفرت في اللحظة دي هتبقى مليونير المليونير بيبقى مليونير بالتحكم في صرف فلوسه مش بالطريقة اللي بيجيب بيها الفلوس أو الشغلان اللي بيشتغلها ده إزاي تبقى أنت اللي بتتحكم في الرأس مالية مش هي اللي بتتحكم فيك ومش عايز أزود عليكم أكتر من كده وأقول لكم إن انت في طريقة الصرف لما تبقى موظف تعمل لنفسك فنجان قهوة بتلاتين جنيه ما يكلفكش تلاتين جنيه في البيت وتحطه في حاجة وتاخده تكوي وانت خارج وواحد تاني موظف زيك بيضطر إنه يرؤ أو هو مش بيضطر هو بيفكر كده إنه مش هيعرف يبدأ يومه غير لما يشتريه من المكان الفلاني بـ 250 ولا 300 جنيه عشر أضعاف الاتنين الموظفين دول بعد عشر أو خمستاشر سنة لو حتى بيقبضوا زي بعض وبيترقوا زي بعض الأولاني هيبقى مليونير والتاني مش هيبقى مليونير ودايما لما تبص على الفيزا بتاعته والكريدت بتاعه تلاقيه دايما عليمة ديون كل شهر بالخمسين والستين والسبعين ألف جديد كل ده عشان كان ياخد بس حطة صورة وينزلها ستوري إنه عمل المورنينج بتاعه الفضيع عشان يبقى هو واخد لايف ستايل معين ده مجرد وهم كبير بيتحكم فيكو واللي عمله لكم الفكر الرأسمالي لازم تتعلموه تفهموه عشان ما يتحكمش فيكو فتتحكموا انتو فيه فتبقوا انتو اللي جزء من الرأسمالية مش الرأسمالية بتتحكم فيك مدام كده كده العصر اللي احنا فيه اسمه الرأسمالي نتعلم زي نتعامل بهاه مش نبقى خضعين ليه فكروا في الكلمتين دول كويس لاني زي ما قلتلكم المناهج مناهج محترمة جدا وزاة قيمة كبيرة جدا عمرها ما كانت مناهج ضعيفة المهم هي بتتشرح ازاي وبيتقلك فيها القيمة العلمية ازاي مش مجرد ان الكلام يبقى رص 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 تقوم انت تحفظه وتدلقه في الامتحان زي ما قلتلكم ده مش هيبقى علم احنا عايزينه يبقى علم ينتفع به عشان خاطر يبقى جزء من الانتفاع انك تحل الامتحان مش الانتفاع كله ان انت تحل الامتحان ده بالنسبة للشرح بتاع الحصة اخدكم دلوقتي للجزء التاني من الحصة بتاعتنا اللي هو اللي سكيلز او المهارات